العمر بيجري وبيعدي بين فرح ووقات وحياتك في الدنيا تحدي ولازم تحيا أيام بنعيشها وبتعيشنا تدوشنا ساعات وبتدهشنا وساعات الحزن بينهشنا وانتو وانتو جواك والدنيا دي رغم اللي ما فيها مليانة نور مليانة نور لكنكش ممكن تلاقيها من غير ما تعوز على قد ما تتعد وتدور الدنيا تتحر وتنور تبديك أكتر ما تتصور من فضل الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله مكملين مع حضراتكم رحلة كنوز رحلة بناء عقل يفهم وقلب يرحم وبنبدأ بكنوز قيم الأنبياء والمرة اللي فاتت اتكلمنا عن سيدنا آدم وعن خلقته من تراب الأرض والنهاردة وصلنا الموقف غريب جداً حصل من إبليس مع سيدنا آدم ربنا سبحانه وتعالى وضع مية على هذا التراب فصار من طين ثم الطين ده صار لازج نشف شوية بقى صلصال ثم نشف بقى فخار خلق الإنسان من صلصال كالفخار ربنا قال كده في القرآن الملائكة بتنظر لهذا الفخار الواقف ده نظر الحكمة أكيد ربنا خلق هذا المخلوق لحكمة احنا مش عارفينها دلوقتي ربنا يعلمها لنا بعدين أما الشيطان فزع وراح قعد يلف حوالين سيدنا آدم زي ما النبي قال لنا كده في الحديث وأم داخل من جوه بقوا وطلع وأم رايح للملائكة قال لهم لا ترهبوا ما تخافوش مع ان الملائكة ما قالتش انها خايفة هو الحقيقة اللي مرعوب هو إبليس قال لا ترهبوا إنه أجوف إنه لا يتمالك وبعدين راح للملائكة قال لهم أرأيتم إن فضل عليكم وأمرتم بطاعته ماذا أنتم فاعلون قالوا نطيع أمر الله فينا لو قال طيع المخلوق ده حاضر ربنا الأمر قال أما أنا إذا فضل علي لن أطيعه وإذا فضلت عليه لأهلكنه خلص الموقف ده اللي قبل نفخ الروح في سيدنا آدم هنا فيه حتة مهمة جدا هي كنوز النهاردة ساعات الإنسان ينظر لأقدار الله وللأشخاص اللي حواليه بعين حكمة هتعلم إيه من رحلتي في الدنيا ومن الناس اللي حواليه حكمة ربنا إيه خلاني أنشأ في المكان ده وفي الزمن ده وساعات الإنسان زي ما حصل كده مع إبليس ينظر للأكوان بعين الخوف والحماية كل قدر يحصل من ربنا أو كل حد يقابله لازم يحمي نفسه منه لأننا مرعوب وخايف النظر بعين الحكمة ده كان نظر الملائكة مش ممكن ربنا يعمل حاجة إلا وراها معنى مفيد إنت مثلا لما تقرأ في القرآن يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه أو تقرى لقد خلقنا الإنسان في كبد كادح يعني فيه مجهود في الحياة كبد يعني فيه تحديات في الحياة لو نظرتك نظر الحكمة إحنا في الدنيا دار اختبار كل حاجة لها تمن إحنا مش في الجنة في الجنة لهم ما يشتهون تنظر للطائر وهو طائر كده يسقطوا بين يديك مشويا لهم ما يشتهون تبص على الحاجة ربنا يقولك هي بتاعتك أما الدنيا الكدح والكبد معناها بتدفع تمن كل حاجة والتمن ده هو العمل الصالح اللي هتتسئل عنه لو أنت عايز تاكل وتشرب بتشتغل الشغل ده هو عملك الصالح لا يتحسب عليه لو عايز يبقى عندك قصة حب في حياتك فيه بيت وفيه مسئولية وفيه علاقة وفيه مشاعر تمن انك تعيش هيشها سعيدة هو ده الكدح وهو ده الكبد لما تنظر بعين الحكمة لأنك انت بتنمو وبتتحسن ونفسيتك بترتقي في رحلة الحياة واحد تاني بقى خد بالك من نظرة الشطاب زي ما ترعب من سيدنا آدم وقاعد يلف حواليه ويخش جواه وقال لهم ما تخافوش منه ده لا يتمالك ده مش قوي يعني ما حد قالك ان احنا خايفين احنا بننظر بعين الحكمة الشطان مش كده وخد بالك من تفسير الدنيا بعين الخوف انك تبقى شايف ان الكدح انك كادح يعني كتب علينا الشقة ده ربنا بيقول طاها ما انزلنا عليك القرآن لتشقى ليه ليه دايماً يبقى كأن فيه لحظة كده يهجم الشطان علينا ان احنا هنشقى في الدنيا دي فيبدأ البني آدم يحس نحتاج يحمي نفسه من الأقدار والأحداث والأشخاص ويفصر الكبد بان هي دار مشقة نعم هناك مشقة لكن في وسط المشقة يهونها دعم ربنا لينا وتولي ربنا لأمرنا سبحانه وتعالى ومساعدة رب مدد ربنا سبحانه وتعالى لما يجي موظف مثلاً جديد في الشغل لو انت بتنظر بعين الحكمة اتعين جديد في القسم بتاعك تقول موظف جديد جاي فرش كده عايز يشتغل هنتعاون مع بعض هيبقى فيه بيننا وبين بعض تنافس شريف مين اللي يقدم شغل في دوره أحسن مين اللي هيترقى ويحصل شيء كده من التجانس وده يبقى أعمل بيئة جميلة لكن لما الإنسان ينظر بعين الخوف موظف جديد لاحسن يرقوا علي لاحسن يطلع أحسن مني لاحسن يبقى سبب في أن أنا مثلاً أترفد ولا يمشوني ولا يستغنوا عني فيبدأ يبقى فيه شيء من الحسد والتنافس اللي فيه وقيعة مش تنافس شريف مع أن أي حد بيشتغل بجد وبإخلاص مهما جت أي كفاءة مش هتاخد مكانه لأن دايماً أنت وجودك لي قيمة وغيابك بيأثر فالنظر بعين الخوف لا ده دي طريق التفكير إبليس والنظر بعين الحكمة للدنيا دي روح الملائكة اللي مستقى أصلاً هم واخدينها من أن ربنا حكيم هذا الكون لم يخلق عبثاً والله لا يحب إذاء الخلق ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم النظر بعين الحكمة لما يسمع الآية اللي ربنا تكلم فيها عن سنته في إدارة الكون يوم قال وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابْرِينَ عين الحكمة تقول إيه؟ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ أو لما خاف من حاجة أخد التدابير لها مرض وباء أخد بالي من أنا الوباء المخيف ده التدابير وأنا باخد التدابير بلاقي نفسي بحوط نفسي مثلا ببيئة صحية باخد بالي على صحتي بقوي منعتي في ارتقاء بيحصل خوف والجوع لو هأبتلى بالجوع تليني بشتغل أكتر وبركز أكتر وبظبط نفقاتي ارتقاءه ونقص من الأموال لو عندي مشكلة مدية تليني نفسي بتحرك في حدود المتاح وبقلل مثلا احتياجاتي وبدبق نفسي باللي موجود عندي ده ارتقاء في حد ذاته نقص من الأموال والأنفس حد يبعد عني حد يموت كنت بحبه حد مثلا يغضر بي في علاقة قادر ان انا ارتقي فيبقى عندي ونس بربنا اعتماد على ربنا احسن اختياري بعد كده فاختار حد فعلا ما يعملش الغلطة دي معايا برضو ارتقاء ونقص من الأموال والأنفس والثمرات النتائج تتعف في حاجة بس ما ينجبرش خطرك فترضى بالله وتقولها عوضني في حاجة تانية ارتقاء ده نظر الحكمة نظر الخوف الدنيا دي مكان للمصايب نقص من الأموال والأنفس والثمرات نبلوانكم بشيء من الخوف والجوع فأي موقف تعدي بي تتكدر فيغيب عنك كيف تنمو أمام هذه النقوصات فانظر بعين الحكمة للأقدار والأشخاص لا بعين الخوف للأقدار والأشخاص لأن عين الحكمة هي الملائكة وعين الخوف والحماية هو الشيطان تعالوا نسمع القرآن كيف تكلم عن هذا المشهد في قصة حياة سيدنا آدم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقصط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان من كنوز مشكلات الناس مشكلات الزوجات مع حمواتهم بعد كلنا مشكلة واحدة بتقول أن دايماً في مشاكل مع أم جوزي حماتي يعني توصل المشاكل للغلط بالألفاظ وأخيراً أنا خدت قرار أن أنا أقطع معاها نهائي لأنها بتسبب لي أذى نفسي هل هتحاسب عليها بسبب مؤطئتي ليها؟ عايزة أقطع مع حماتي ده خلاصة المشكلة مبدئياً هقول لحضرتك ثلاثة أو أربع نقاط حطيهم كده في بالك قبل القرار ده لما تسألي الفقهاء كثير من الفقهاء هيقولوا لحضرتك أن الحمى ليست من الرحم اللي تأثني لو قاطعتيها علشان كتير من الستات تقول طب أنا لو مش عايز أتكلم مع حماتي هل أنا أبعث يوم القيامة كده قاطعة للرحم فتلاقي الفتوى عند كثير من الفقهاء لا بالذات لو تحقق وقوع الأذى بس ساعات ما بيبقاش الرد الفقهي فقط هو السؤال ساعات بيبقى في بعض الأشياء المرتبطة للورع والتقوى وشوية علاقات اجتماعية خلي المعلومة عند حضرتك لأن أنا معرفش حجم الأذى اللي واقع على حضرتك بس خلينا نمسك المعلومة دي لكن القضية مش في الرحم هي رحم ولا لأ القضية أن ساعات الحياة ما بتمشيش إلا بتزبيط العلاقة مع الأهل لأن علاقتك بحاماتك مرتبطة جدا بتأثير حاماتك على جوزك وجوزك هو اللي في وشك كل يوم ومن أصعب الحاجات اللي بيتعرض لها الرجالة أنه يكون مهروس كده معلش بالبساطة يعني كده ما بين مراتك اللي بيحبها وأمه اللي بيحترمها وبيحبها طبعا وبالتالي عايز حضرتك تاخدي بالك من شوية حاجات حاولي تعمليها ما نفعتش ساعتها لأن أنا مش عارف حجم الأذى على قدما السؤال ما بقود في سطرين يمكن يكون عندك حق أول حاجة حاولي ما تنجريش مع حاماتك لإخناقات وحفر يعني ساعات بيبقى فيه شطان كده ما بين البنت وما بين حاماتها مواضيع معين لما بتتفتح كل واحد بيتشبث برأيه مخاوف ممكن تكون حاماتك خايفة منها أنك تأثري على جوزك اللي هو ابنها يعني بطريقة فتغير شخصيته فيتقلب عليها والشطان هنا رهيب عشان كده ربنا بيقول في القرآن وإما ينزغنك من الشيطان نزغن فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم بتشوفي حاماتك بدأت تتغير أو تتشبث بحاجة حاولي ما تنجريش يعني ما تخشيش في الخناءة دي لأن في الآخر غالبية الموضوع لما بتروحي أنت وجوزك الخسارة بتبقى في بيتكو فعلى قد ما تقدري حاولي تقللي أماكن التريجر الزنات بتاع إيه بتاع الرصاصة اللي هيطلع أنت لا إبادي عشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما شاف اتنين بيتخنقوا واحد منهم حتى غضب أحدهما فانتفخت أوداجه وتغير فقال صلى الله عليه وسلم أعلم كلمة لو قالها أحدهم لذهب عنهم ما هم فيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما واحد نجي قال له النبي النبي بيقول لك أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بس من كتر غضبه وانفعاله قال أبي جنون ليه أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم أنا ركبني شطان ولا إيه بالنبي اللي بينصحك قال أبي جنون فلقاشت فيه شطان موجود وفيش طان وبعدين بيجرنا لفتح المواضيع اللي فيها الخلافات حاولي على قد ما تضر يتاخذ بالك من المسألة دي أنا بكلم حضرتك على في حدود المتاح اللي في إيد حضرتك قبل قرار القطيع نقطة تانية اعملي جلسة مقدسة كده افتحي فيها قلبك لجوزك واسأليه هو إيه اللي بيدايق والدتك مني بس بجد وقعد استقبلي فيها اشتري زي ما بيقولون ناصرين استقبلي استقبلي من غير جدال وقعد يركزي كده يمكن يكون في إديك حاجة مهجوزك ده ابنها يعرفها سنين عمره كله يمكن يكون في حاجة لو خدت بالك منها تباين مفتاح قلب حماتك جربي بس الموضوع ده وسبحان الله قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما هو خير من الصلاة والصيام والزكاة قلنا بلا يا رسول الله إيه اللي أحسن من الأركان دي كلها قال إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر بل تحلق الدين فأنت الأعدى اللي بتدور فيها على مفتاح قلب حماتك دي من أكبر الطاعات اللي أنت ممكن تقدميها بينادي الله حاجة الثالثة جربي كده الفترة اللي جاي قبل قرار القطيعة وصيط ربنا قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم جربي كده إيه الفعل الرباني ده إنك أنت تعملي حاجة فيها مبادرة مثلا بهدية بسؤال بانتظام كل يوم ولا يومين مكالمة لطيفة بمسج لطيفة من اللي إحنا بنبعتها لصحابنا في الجروبس على الواتساب اللي فيها كده صباح الخير كل يوم وصورة شكلها لطيف جربي الموضوع ده أسبوعين ثلاثة ربنا يديكي تقول طول عمر أنت وجوزك لسه سنين طويلة أسبوعين ثلاثة شهر من الإنفستمنت الاستثمار في الأرض دي المشتركة بينك وبين حماتك هتبقى عذر أمام الله لو استجابت يبقى الحمد لله أكرمت نفسك وجوزك وأكرمت ميزان حسنتك يوم القيامة ولو ما استجابتش كأننا إيه آه اتأكدنا إن واضح إن إحنا محتاجين نعمل الخطوة الرابعة ألا وهي حصر العلاقة في الرسميات فاكر لما سيدنا النبي أو فاكرة لما سيدنا النبي قال لا يحل الامرئن أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام بلاش الخصم اللي هو خالص ده يلتقيان فيعرضوا هذا ويعرضوا هذا بلاش يبقى إحنا اللي هو إيه لو شفتاه حتى مسلمش ما روحش كل التجمعات العقلية يعني خلينا الأول مثلا نعود قاعدين بشكل رسمي وابتسمتك اللطيفة اللي ما تعبرش عن حاجة بس على الأقل ما يتخدش عليك إنك قاعدة متضايقة جرابي دي آخر خطوة هي لو اتحصرت في الرسميات وبرضه لسه فيه أذى وفيه تلقيح كلام وفيه مش عارف معايرة بإيه ساعتها وقتها نلجأ للرأي الفقهي وساعتها لازم قاعدة مع جوزك لتنظيم العلاقة دي تنظيم إزاي لو أنا مثلا مش هعرف أزورهم باستمرار معاك وإن كنت أنا بصراحة بصراحة يا ده مش رأي خالص موضوع القطيعة وإن مروحش خالص ده مش بميل لي وأنا ممكن يكون يعني مش لازم يكون رأي صح لكن يعني حاولي تعملي الأربع خطوات ده للأول وربنا سبحانه وتعالى يعينك على وصل حماتك ويهديها ويصلح أحوالكم مع بعض موسيقى والدنيا دي رغم اللي ما فيها مليانة كنوس لكن مش ممكن تلاقيها من غير ما تعوز سيدنا معاذ بن جبل راح لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وسألوا سؤال هينفعنا كلنا لغاتي ومليان قال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار أعتقد ده حلم أي واحد بيحب ربنا سبحانه وتعالى فقال صلى الله عليه وسلم وهنا بقى كنز إجابة النبي على السؤال الثريدة قال لقد سألتني عن عظيم وإنه لا يسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به أحدا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ألا أدلك على أبواب الخير قلت بلى يا رسول الله قال الصوم جنة يعني حماية والصدق تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ألا أخبرك برأس الأمر كل ده إجابة النبي ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذر وتسنامه أعلى حاجة فيه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الموضوع كله يعني الإسلام وعموده اللي قائم عليه الصلاة وذروة سنامه الجهاد ألا أخبرك بملاك ذلك كله أقول لك بقى الموضوع بقى اللي من الآخر خالص قلت أخبرني يا رسول الله قال عليك بهذا أمسك عليك هذا فقلت يا رسول الله وهل نحن مؤاخذون بما نتكلم كلام ده اللي بيطلع مننا موضوع كبير يعني قال فكلتك أمك يا معاذ يعني أنت بتهلك نفسك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على من خارهم إلا حصائد ألسنتهم دي كانت إجابة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اللي هشارك حضراتكم تلات كنوز منها النهاردة كنز الأولاني الكرم العلمي لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام واللي الواحد بيحاول يقتدي بالنبي فيه إن النبي تسأل سؤال كان ممكن يجاوب بسطر لكن من حب النبي للناس وحرصوا على نفعهم دنيا وآخرة وتعظيم النبي لربنا في الناس يعني هؤلاء عباد الله أنا هعمل معاهم أكتر حاجة تفيدهم المشاعر الجميلة دي بتطلع من سيدنا محمد جواب اسمه جواب الحكيم يعني يبقى بيفكر هو اللي بيسألني ده إيه أكتر إجابة ممكن تنفعه في كل احتياجاته يعني مثلا مرة ناس كانت مسافرة فقالوا يا رسول الله إننا لنركب البحر ومعنى القليل من الماء إذا توضأنا به عطشنا ينفع نتوضى بمية البحر فقال نعم هو الطهور ماءه ينفع تتوضى بمية البحر مية البحر طاهرة الحل ميتته شفت الإجابة الزيادة دي لأن انت النهاردة هم الصحابة عارفين إن لازم لما تاكل تتبح الدبيحة وتسمي الله بس السمك بيطلع لما بنطلعه بيموت مش بنتبحه فالنبي بيقول لهم أيوة ينفع تاكلوا السمك بالطريقة دي لعلموا إن هم لو طولوا هيحتاجوا يصطادوا فكأن لما النبي تسئل بيفكر فأنفع إجابة واحدة سألت النبي في يوم الحجة كده مسكت صباع ابنها طفل قلت له قالي هذا حج ينفع أخليه حج معايا ألبسه الإحرام ويطوف معايا قال نعم ولاك أجر يعني أنت كمان تاخدي ثواب حجته اللي هو حجها لأن كنت اللي أنفقتي عليه وساعدتيه ودلتيه على الخير ده ولاك أجر اسمه جواب الحكيم عندي واحد صحبي أكلمه أسأله كده على حاجة مش عارفها يقعد يتكلم معايا ويشرح لي ويفاهمني ما نقفلش لما هو يتأكد أن أنا خدت الإجابة تمام بعدين يقفل وبعدها مثلا بديقتين كده يتصل أيوة يا فلان يقول لي جات لي فكرة في الموضوع عايز أقول لك عليها كأنه لما قافل أعادي يفكر ولا ممكن أسعده أكتر إزاي كرم علمي اسمه جواب الحكيم كنز التاني النبي في وسط الإجابة قال له والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار التعبير ده خطيئة تطفي كلام ده يتقال على النار أيوة ما هي الخطيئة شهوة والشهوة ليها نار في القلب عمرك ما شفت واحد من أصدقائك اللي انزلقت قدمه في المخدرات يشرب جرعة المخدرات ولعيط بعدها ليه عايز يبطل بيكره نفسه لما بيعمل كده بس فيه نار مسكة في جسمه عايز تخلص منها بتغلط مع خطبها وفيه تجاوزات جسدية وبعدها تعيط وتتخانق معاه لأنها متعلقة بالغلطة دي بسبب الحب والمشاعر المشكلة فيها تجاوزات وبعدين بس دي مش شخصيتها ودي مش أخلاقها بس القلب متعلق بسبب تذوق اللذة دي فالصدقة بعد الخطيئة تطفئ الخطيئة من القلب وطبعا تكفر السيئات من الميزان لكن خدت بالك من تطفئ الخطيئة دي لو في حاجة انت متعلق بيها هي حرام تصدق تصدق كتير بالنية دي وفي تكر النبي لما قال حصنوا أموالكم بالزكاء وداووا مرضاكم بالصدقة ومن ضمن الأمراض أمراض القلب في تعلقها بالحرام ثم جات الوصية الأخيرة بقى من سيدنا محمد والكنز الأخير قال له ألا أخبرك بملاك ذلك كل يقولك الموضوع كله أمسك عليك هذا هو الموضوع في اللسان قال له هو الموضوع كبير كده قال له وهل يكب الناس في النار على من خارهم إلا حصائد وألسنتهم خد بالك خد بالك إن اللسان ده لما النبي قال في يوم الأيام قد أكثر ما يدخل النار الفم والفرج الفرج يعني الزنا مقصود يعني بالموضوع ده بس أخدت بالك قال الفم الأول وقال من يضمن لي ما بين لحييه لسانه وما بين فخذيه يعني فرجه أضمن له الجنة الزنا كبيرة من الكبائر بس اللسان أخطأوا أكتر بكتير لأنه مستمر وساعات اللسان يترجم لصوابع بتكتب أنا مش حعرف أقول على السوشل ميديا بس ممكن أكتب كلام يأذي سيدنا عيسى يقول لصحابه عليه الصلاة والسلام لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله ذكر الله هنا مش يعني تسبيح كلام الله يرضى عنه لأن أي كلام الله يرضى عنه ده ذكر لله لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر لا تقسي القلب ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب شوف أحب بيغلط تبدأ بقى تتكلم نظرة مش نظرة عبد إحنا عباد عباد زي بعض لا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا كأنكم عبيد فإن الناس مبتلا ومعافا فارحموا خلي كلامك رحيم فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية خلي لسانك يقول الخير دايما لشان كده الشخص الواعي اللسانه الأول بيعدي على قلبه متسق مع رضا ربنا ولا لأ فدي كانت خلاصة كدوز النبي في إجابته على سؤال دلني على عمل يدخلني الجنة ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا صلي على خير الورى ربنا يا ربنا يا ربنا هل دعاك الشوق يوما للسورة نحو بيت الله في أم القرى هل دعاك الشوق يوما للسرى نحو بيت الله في أم القرى ورأيت البيت يبدو نوره من جلال الله ربنا وراء ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا صلي على خير الوراء رحمة كل يوم عنده من إله نازلة للوراء رحمة كل يوم عنده من إله نازلة للوراء كل من طفى به يا سعده غفر الله له ما قد جرى ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا صلي على خير الوراء الحقيقة للسوشيل ميديا ممتلئة بالمتخصصين المتعلمين العلماء اللي بيشاركونا باستمرار علمهم في مجالات مختلفة في فقرة كنوز الدراسات النفسية حابب أن أنا ألخص لحضراتكم فيديو تقريبا مدته سبعة أو ثمان دقايق لبارنتين كوتش مستشارة أو مدربة حياة متخصصة في التربية اسمها أستاذة روبا الجندي كانت منزلة فيديو تتكلم فيه عن الإهمال العاطفي للطفل وقالت فيه أن فيه خمس أنواع من الإهمال العاطفي بيأثروا جدا جدا على نفسية الأولاد ألخصهم لحضراتكم أقول لحضراتكم كيف تنظر الشريعة لكل واحدة منهم كانت بتقول أستاذة روبا أن فيه خمس طرق لإهمال الطفل عاطفين الطريقة الأولانية هي عدم التواجد أن الأب أو الأم ما يكونوش موجودين أو لو كانوا موجودين يبقوا مش حضرين تعرف إحنا فيه مئة حاجة بتشغل تليفوناتنا وجرايدنا وتلفزيوناتنا ومطشطنا فالعيال موجودة حوالينا فإما مش موجودين خالص فأشغالنا وخروجاتنا وخلفنا بس ما خدناش بالنا أن إحنا خلفنا وفي بعض الدول من كل تسع من كل عشر بيوت في تسع بيوت الإبن بيتربى مع مربية غير الأب والأم ده لما بيحصل الولد بيبقى مفتقد لفكرة طلب المساعدة ويحصل له شيء كده من الخلل هو أنا إمتى أحتاج حدي يوجهني ويبدأ يكبر على فكرة أن أنا هعرف كل حاجة بنفسي ومش هسأل أي حد عن حاجة وده خلل في القيادة خلل في الجزء القيادي إن الإنسان من علامات إن نفسيته ساوية وبيعرف يقود إن وقت ما يضعف أو يجهل يروح يسأل بيفتقد الولاد الصغارين والبنات لما ما يكونش فيه تواجد للأب والأم وده نوع من أنواع الإهمال العاطفي وهنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة لم يرح رائحة الجنة بعد نفسه عن الجنة في الآخرة لأن رعيته والأب والأم رعيتهم هم العيال لما يكونوا مش متواجدين ويوحيطوهم بالنصيحة العيال تطلع متخبطة في الحياة فشوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقولك إيه وهنا لما كان عمر بن سلمة ابن ستنا أمه سلمة لما النبي تجوزها خلاص بقى مولاده يعني بيربيهم فقاعد مع النبي بياكل فبياكل من أي حتى كده في الطبق لولا تواجد النبي وحضوره يقول له يا بني سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك ده نوع من النصيحة عشان ما يكبرش على الموضة ده فيحصل له خبطات واستضامات اجتماعية لأنه محدش وجهه ولا هو تعلم أنه هو يطلب مساعدة من حد لأنه ما كانش في حد فدي أول تقصير في مسألة الإهمال العاطفي رقم اتنين الملاحظة الابزورفاشن والفيدباك الملاحظة إن أنا يبقى عيالي حوالي وأنا مش بمسكهم أقول لهم أعملوا كده وأعملوا كده إنما أنا بألاحظ لما لقيهم اتصرفوا صح أشكر اتصرفوا غلط أشاور لهم على الغلط وفهمهم ويبقى عندهم آراء واسمع الآراء وعندهم اختيارات وأشجع الاختيارات مدام مش هتأذيهم وده اللو مش موجود دايماً بقوله اعمل وما تعملش بيطلع الولد ما عندوش قدر على الاختيار لأنه طول عمره في حد بيختار له ما تكونتش عنده عضلة المقارنة ما بين الصح والغلط لأن دايماً في حد بيقوله روح في الحتة لي وشخصيته بيحصل لها نوع كده تبقى شفافة لأنها ما تكونتش وهو صغير إنما كان مفعول به دائماً وبفكرك بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يوم كان سيدنا عبد الله بن عباس وكان صغير طفل قاعد على يمينه وكبار الصحابة قاعدين بس من الشمال كده فجيه لبن أو مية علشان نشرب فالسنة إن احن نبدأ باليمين بس الكبار قاعدين فالنبي قبل ما يشرب الكبار قبل الطفل قال له ممكن استأذنك أبدأ بيهم الأول فقال سيدنا عبد الله بن عباس لا أؤثر بنصيبي منك أحداً حضرتك لسه شارب أنا عايز أشرب عنك عايز يا تبارك بفم النبي الشريف اللي كان لسه بيشرب خدت بالك إن النبي مش أوتوماتيك كده كأنه مش موجوده ملوش رأي لا ممكن استأذنك عشان الكبار حدش فيه مثلا يتدايق العرب مش متعودين على كده فاستأذنه الأول رفض والنبي سمع كلامه لأنه حقه الثالثة وهي مسألة القوانين والعقاب القوانين والعواقب يبقى فيه structure في البيت وفيه consequences structure يعني فيه موعيد مثلاً للنوم موعيد للعب طريقة معاناة للكلام لو بنتفق إن احنا نتقابل على الغدى ويكون فيه عواقب لما ما يكونش يلتزم الأولاد بالكلام ده بشيء من القوة مع الرحمة مش بشيء من العنف والأزية الولد لو ملقاش ده في البيت وعلى فكا دي مش سهل محتاجة عاطفة إنك إنت يبقى فيه system وتمشي عليه وتحافظ على القوة والرحمة وإنت بتمشي system مش سهل محتاجة كم من العطاء النفسي الكبير قوي بدل ما يبقى فيه شيء من الميوع وما فيش أي قوانين أو شيء من العنف اللي كسر القوانين نضمر له نفسيته بالعقاب لما الولد ما بيطلعش يلاقي التزام فيه قوانين وفيه عواقب وراها يطلع ما عندهش قدرة على الالتزام في حياته ولا عنده كده system ماشي عليه وده بيبقى تقصير كبير جدا ومهم جدا إن قبل ما نحط القوانين والعواقب إن الأهل يكونوا ملتزمين بيها فاكر لما ربنا قال يا أيها الذين أمانوا لما تقولون ما لا تفعلون اصحوا يا ولاد بدري عشان المدرسة وأنا بصحى متأخر وهروح شغلي متأخر وعندي مشاكل بسبب عدم التزام لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتن عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وسيدنا النبي يقول عليه الصلاة والسلام لأن يؤدب أحدكم ولده خير له من أن يتصدق بصاع صاع يعني زي طبق يعني خير من الصدق الوقت اللي بتقعد فيه تفهمه الصحة والغلط وإزاي ده يقذيه وإزاي ده ينفعه أربعة في مسألة الإهمال العاطفي الحب الquality of love وبتقول أستاذة روبا الجندي أن الولاد بيتعلموا القاعدة الذهبية للحب من أهليهم يعني يه القاعدة الذهبية للحب يعني الحب تواجد نظرة جميلة خد بالك لما تعمل حاجة غلط برضو بقوة بس برضو مليانة رحمة تسامح لما يغلط خدمة لما تكون محتاج حاجة زعل لما تزعلني وبعدين تصالح على طول إذا أنا شفتي في جولدن رول في قاعدة ذهبية الحب عامل كده أو ممكن يبقى الحب عنف لما تغلط أمس وزعلان طول يوم عشان أربيك كلام جميل جداً مليان محبة بس فيك ليه؟ لأنت أصلاً ما عندكش وقت تقعد معايا تيجي آخر اليوم تديني دقيقة من وقتك حبيبي وتديني بوسة كده بس أنا عندي مشاكل في مدرسها أنت أصلاً مش قادر تسمعها من كترة من تشايف موبايلك فبكبر هو ده الحب ولا هو ده الحب اللي بتعلمهولي يا أبويا ويا أمي وأنا صغير طفل بفهم من ده الحب وده اللي بطلوبه في الجواز وبطلوبه من أصحابي فعشان كده صلى الله عليه وآله وسلم يوم شاف ست دخلت على السيدة عائشة وبعدين السيدة عائشة ديتها تلت طمرات فقمت مدية طمرة للولد ده وللولد ده وعدين أكلوها بسرعة قمت الطمرة بتاعتها لسه تاكلها خلصوا الطمرة قمت أسمى الطمرة بتاعتها ما بين الاتنين السيدة عائشة تعجبت من الرحمة فالنبي قال إن الله رحمها برحمتها لصبييها المشهد ده اللي آثرت فيها ولادها ونفسها ربنا هيرحمها أيوة ما هي بتعلمهم يعني إيه عطاء وتفاني في الحب فالكواليتي أوف لاف مستوى الحب اللي بيعطى العيال بتكون على أساسه يعني إيه حب أصلا آخر حاجة خالص في مسألة الإهمال العاطفي السماح للولاد إن هم يعبروا عن مشاعرهم لما الولد يزعل اسمح له يزعل واسأله أنت زعلان ليه ما تقولوش بقاش الأمص ده لأنه هو من جواه عنده حاجة مضايقة لما يفرح اديه فرصة أنه يفرح بطفوليته ما تقولوش بس بقى بطل مهابرة وانت بقى تزيط عارف إحنا كلامنا كده يهبط الشعور لما الولد يبقى خايف ما تقولوش يا جابان لأنه في حاجة فعلا بالنسبة له مرعبة محتاج يتكلم فيها لما الولاد ما بياخدوش مساحة في التعبير عن مشاعرهم بيطلعوا مبطاربين جدا عندهم تعبير كده العلماء يقولك عنده إمساك عاطفي يبقى بيحبه ومش عارف يعبر يبقى خايف وتلاقيه عنيف ليه عشان خايف تلاقيه في حاجة مزعلة جدا تلاقيه عنيف جدا في رد فعله مش عارف يعبر عن اللي جواه لأنه ما تعلمهاش وهو صغير بسبب الإهمال العاطفي عشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول نظرك إليه لابنك ونظره إليك وضحكك إليه وضحكه إليك أحب عند الله من تحطيم السيوف في سبيل الله الوقت ده تسمح له يعبر فيه عن مشاعر وتسمعه وتبصله بعينيك وترأبه الجودة دي من العاطفة أحب عند الله من تحطيم السيوف في سبيل الله دي كانت الفيديو الجميل للأستاذ روبا الجندي عن الإهمال العاطفي للطفل والدنيا دي رغم اللي ما فيها مليانة كنوس لكن مش ممكن تلاقيها من غير ما تعوز في مجموعة أخلاق اسمها أخلاق السماحة شخص السمح طيب رقيق في انتقاء ألفاظه بيتغافل عن أخطاء اللي قدامه بيفوت عنده تسامح سريع لو زعلته بكلمة بسيطة يرجع لموده الجميل أخلاق السماحة دي من أكتر الأخلاق اللي بتدخل الجنة وتقعدك جنب سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا ولكن أخلاق السماحة دي خطر لما يكون في واحد عايش معاك مش بيقدرها من أكتر الآلام اللي ممكن تصيب إنسان إنه يبقى الحيطة الميلة اللي غلب الناس بيطلعوا عليه عشان هو إنسان سامح لما الواحد بيبقى متعصى بيقولك هات ساند باج اللي هي بتبقى نزلة من الحيط طاعة الملاكمين دي وقعد ضربها بالبوكسات كده طلعت طاقة اللي جواك عايزك تتخيل الساند باج ده بني آدم كل ما تخانق مع مديري أجا طلع غلبي في أمي الست السامحة الجميلة اللي بكلمة لما أعتذر لها خلاص هتجفف دموعها وأهرتها عشان أنا ابنها ولا في عيالي ولا في مراتي اللي ملهاش غيري أولا وأنا ست ولا في جوزي الطيب الجدع اللي بيحتويني لأنه بيتطقي ربنا فيا يا ما الواحد شاف المشهد ده لما يبقى راجع مضغوط من شغله في حد من عياله يقابله على باب البيت يقوم زعقله ومش حايز يشوف حد ومش حايز أتكلم الولد يبقى سنه صغير مثلا أربع خمس سنين مش فاهم وليه بابا اللي هو رمز الكمال بالنسبة للطفل الصغير بيعمل كده ليه اللقطة دي وقت قسوة جدا جدا من الشخص اللي مش مقدر أخلاق السماحة وبيستبدل الشخص الجامد اللي مش قادر يرد عليه أو الزحمة اللي مش قادر يتغلب عليها وعلى عصبيته في الزحمة أو كل ما طلعت منه وندم عليها فمليان بالغضب أو الندم فيطلعها في الشخص السامح ده وكتير من الأوقات أن ربنا يستبدل الشخص السامح ده بشخص يبقى قاسي زي القاسي ده ويبقى الشخص اللي بيطلع غلبه يقول يا ريتني بس أرجع يوم من الشخص السامح اللي كان معايا مراتي ولا أمي ولا أبويا ولا أيا كان وأنا والله ما هطلع غلبي عليه أبدا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الرحمة للجميع لكن كل ما أنت كنت أكثر حياء وطيبة أو أكثر احتياجا لي أو فقرا كل ما تلاقي رحمته زادت عليك يعني مثلا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان قاعد في بيته مضجع كده وكاشف عن فخذيه قاعد برحته فمشمر الجلبية الشريفة فدخل سيدنا أبو بكر فالنبي يتكلم معاه وقاعد كده دخل سيدنا عمر النبي يتكلم معاه وقاعد دخل سيدنا عثمان اللي هو رمز الحياء وأكتر الصحابة النبي كان بيشهد له بالحياء والملائكة تستحي من عثمان فالنبي أم قاعد ونزل الجلبية عليه الصلاة والسلام وتكلم معاه والحديث ده موجود في كتب الفقه في الجزء المرتبط بكلام العلماء عن عورة الرجل من السرى للركبة ولا إيه سبص فيها الفكرة دي أم قاعد واعتدل في جلساتي ورد على سيدنا عثمان بالحياء النبوي فبتسأله السيدة عائشة عملت كده ديه قال له لأن عثمان تستحي منه الملائكة فأنا استحييت أكلم وأنا مضجع كده واخد بالك مع أن الطبيعي بعيداً بقى عن النبي وعن سيدنا عثمان لو واحد صاحبي اللي هو عنده حياء أصلاً مكسل وأنت أصلاً يعني لو مش هتعمل حاجة وأنت من كتر كسوفك له هتعلق وأنا أكلمك وأنا قاعد وأنا نايم مش فرقة عكس لو داخل علي واحد من اللي هو ممكن مثلاً يعني يشكمني ويقول يا عمي ما تقعد وأنت مثلاً بتكلمني بتكلم عن نفس طبع تقعد يا عمي مثلاً وأنت بتكلمي فأأمله على طول سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كلما كنت أنت طيب وسامح وجميل كلما ازداد عناية بيك يقولك ما نرى الفقير أعز منه في مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام أكتر حتى تحس أن الفقير واخد وضعه ورأيه مسموع في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام اللي أنا كنت بقولك عليه ده في علم النفس من الدفاعات النفسية اسمه الإبدال إن أنا أبقى متألم من موقف فطلع ألمي في حد ضعيف حيطة ميلة يعني إيه أبهدله عشان أطلع طاقة الغضب أو الزعل لجواي الإبدال ده الأستاذة مونة شلبي هتكلمنا عنه وعن خطورته في الدفاعات النفسية في كنوز تجارب الحياة فتفضلوا نسمع مع بعض من فترة ربنا قدر إن جوزي يمر بشوية مشاكل في شغله شوية مشاكل فيها ألأ وعدم استقرار بس كان كلها ستر الحمد لله اكتشفت في الفترة دي إن مش المشاكل والتحديات اللي ساعد بتهددنا قد ما ممكن يهددنا إننا أفتح ببين وشبابيك بيتي للمشاكل دي فتكون المشكلة جاية من برى البيت والعصبية تزيد جوى البيت أو الاهتمام يقل بين الزوجين جوى البيت أو العلاقة تضهور بالولاد جوى البيت فكنا بنحاول على قد ما نقدر نفكر بعض إن إحنا نحمي بيتنا وعلاقتنا من عدم استقرار اللي بنمر بيه نفس الوقت تقريباً اتعلمت إن لو بابة البيت اتفتح للجاية من برى يبقى غالبة بنستخدم حيلة دفاعية أو ديفانس ميكانيزم اسمه الديسبليسمانت أو الإبضال عقلي عايز يهدي الضغط والتوتر لجوية بإنه ياخد الضغط اللي جاي من حتة معينة ويبضلها ويخرجها في حتة تانية أكثر أماناً بالنسبة لي فالخناء اللي مع المدير في الشغل أو الضغط من الشغل يخرج في مراتي واخناءتي مع جوزي تخرج في ولادي ولادي يخرجوا في بعض الضغط اللي أنا حطة عليهم كأم وده مشروع ومنطقي لحد معين بس لو زاد عن الحد من قبتدينا نسمح إن بيتنا يتهدد بحاجات ملاش علاقة بالبيت خالص بتكلم عن زوجين اتجوزوا وخلفوا تلات أطفال وكاد حياتهم مستقرة جداً وفي نص مشوار الحياة والد الزوجة خان والدتها البنت اتصدمت وتهزت جداً واتطربت جداً وابتدت تطلع غضب رهيب جوة البيت على جزء غيرة وشك غير طبعية وعلى طول متأكدة أنه هيخلها معين الراجل زي الفل وللأسف في الآخر البيت تهدوه مفصل كان مهم جداً لو الست دي وعية بدري إن هي بتستخدم الديس بلايسمينت أو الإبدال وبدل ما تخرج الغضب ده في والدها والحزن ده كله أبدالته بجزهة اللي كان أكثر أماناً بالنسبة لها في الوقت ده ظروف دلوقتي مخليها المسافات قلت فيه ناس شغلها مش مستقر وقاعدة في البيت وفيه ناس بتشتغل من البيت ومعظم الوقت أولادنا بقوا في البيت ودي حاجة اللي مفوت كويسة إلا لو سمحنا لحيلة الديس بيسمينت تسيطر على البيت وتسهل علينا خروج الضغوط دي كلها في بعض فمحتاجين نجتهد أن نرجع كل حاجة لمصدرها اللي يخص الشغل يخص الشغل واللي يخص شخص معين ما يخرجش في شخص تاني ولو بمر بأي ضغط وقلق أعلم نفسي أخرجه إزاي وأحمي أهل بيتي منه لأن كنزة مهمة جداً أن نحمي الناس اللي حوالي من حيلة الديس بليسمينت فما تكونش هي رد جميل الأمان اللي أنا حاسة به مع جوزي أو مع امراتي أو مع ولادي أو مع أهلي بالعكس أقل حاجة عاملها أن يرد جميل الأمان ده أن يحميهم وأحمي بيوتنا وأحمي علاقاتنا من أي حاجة ممكن تهددها من برى البيت وصلنا لفقرة كنوز الفيسبوك زي ما كتير بنقعد نحذر من السوشيال ميديا فيها أخبار مغلوطة ومعلومات سطحية وحاجات لا ترضي الله ولا رسوله زي ما السوشيال ميديا مليئة بالكنوز ومليئة بالعقليات اللي بتشاركنا خبرات وتجارب ثارية جداً وأفكار ووجهة نظر بتخلي الواحد يغير رؤيته الحاجات كتير إعتاد أن يفهمها بطريقة معينة أنا وفريق الإعداد دايماً بنحاول أن إحنا نبص على الكنوز أفكار حضراتكم اللي بتنشروها على السوشيال ميديا بالذات الفيسبوك وأحب أن إحنا لو لقينا حاجة ثارية نشاركها مع السادة الكرام المشاهدين أستسمح بس حضراتكم أن أنا مش دايماً هقول اسم صاحب الستيتس لسبب أن مش دايماً بتبقى المنشورات بتبقى بيملكها صاحب الحساب اللي أنا قريت عليها الستيتس دي ساعات الناس بتنقل من بعض ومش بتكتم منقول فهنشارك مع حضراتكم كنوز الفيسبوك ومشكورين جداً جداً أصحاب هذه الأفكار والرؤى والبوستس دي أياً كان هم أجروهما عند ربنا سبحانه وتعالى الزوج بيحكي بيقول خصمت مراتي شهرين احنا نسمي الكلام ده عضلات الخصام خصمت مراتي شهرين لأمر ما لا أكلمها ولا أكل في البيت وبعد كده اتكلمنا واتفقنا وتصالحنا وتم حل الأمر اللي مراتي كانت زعلن منه أو أنا زعلن منه ولكن وجدت أن زوجتي اعتادت النوم لوحدها تقول طول حياتي كنت أقرأ لغاية منام لكن منذ أن تزوجتك كنت لا أريد أن أزعجك بالضوء لكن في فترة خصامك ليا رجعت لقرأتي وارتحت للأنا كنت متعودة عليه كما كنت أشعر أنها عندما تدخل الغرفة تستنكر رائحة نفسي والتي كانت لا تنام وأنا أبعد عنها عشرين سنتي اتغيرت الست بعد شهرين الخصام لم تعود تعلق على الأكل كانت زمان تقول لي كفاية ملح ضغطك هيرتفع لأنها اتعودت أن أنا أكل لمدة شهرين برى البيت فما عاد يفرق معها ملحي في الطعام زاد أو نقص وبعد أن كانت لا تكف عن خلق أحاديث معي أصبحت صامتة في وجودي منشغلة بقراءتها أو خيطتها شعرت أني بخصامي لها انتصرت في أمر ما لكني خسرت أمامه الكثير الذي لم أكن أشعر بقيمته وكان الثمن أغلى بكثير من مكاسبي لا شيء بيعلق صاحب الستيتس الثرية جدا كلها كنوز لا شيء أطول من صبر الإناث على رجل وإن فقدوا الأمل حلت القسوة وقت الهجران وقرأوا عليك فاتحة الأموات وأمسيت عندهم ناسيا منسيل تعليق من التعليقات حد بيقول بيحكي زوجته كانت رفع أضية خلع ومصر على الطلاق رغم أنها كانت بتعشأوا لدرجة العبادة ده كلام المتكلم يعني بيحكي كنت بضربها وكانت تمسك في رجلي وتبسها وتقول لي ولا يهمك برضو هتحمل عصبيتك عشان ماليش غيرك وكنت أضربها وغضبها عند أهلها وهي اللي كانت تتصل وتقول لي أنت وحشتني تعال خدني أنا عايزة أرجع دلوقتي بقول لها أبوس على رجلك قدام أهلك كلهم وترجعي تقول لي لا نهائيا طلبت منه أتواصل معاه فلما كلمتها قالت لي أقسم بالله لو هيفتح لي باب الجنة عشان أرجع له لا هجري وارمي نفسي في النار ولا إني أعيش معاه عضلات الخصام الإنسان صفاته وأخلاقه تشبه العضلات كل ما اتمرن عليها كل ما أصبح يجيد الشيء ده أو الخلق أو السلوك ده والعادة بتتكون بعد 20-30-40 يوم خلاف بين أهل الرأي وبعضهم يقول 60 يوم ولو أنا عودت اللي قدامي بسبب تقصيري أنه هو يستغنى عني ما لمشي إلا نفسي والخصام المفروض الغرض منه يكون إيصال مشاعر الوجع لجوايا وليس إزعاج وإيلام ووجع اللي قدامي ربنا في القرآن بيقول إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما لكن إن يريد إيلاما ووجعا وهجرانا بطريقة منافقة بطريقة منافقة ربنا ميوفقش يعني إيه بطريقة منافقة خد بالك لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر من فجر الخصومة تطويل مع عدد أيام البعد والهجران رغم من محاولة الطرف الثاني الإصلاح لأن ده بيخلي البني قدم لا يشعر بالأمان دايما يقولك اتجوز أو شارك اللي تعرف تتخانق معاه مش لما تتخانق معاه ضمارك كأنه عنده وش زي العسل وعنده وش تاني مؤذي لدرجة الإبادة والإفناء لكرمتك عشان كده سيدنا النبي قال النفاق عكس كمال الإيمان ده بيسمونه النفاق الأخلاقي الإيمان أشعر معاه بالأمان أما النفاق فيه وش وفيه ظهر النفاق يعني الظهر غير الباطن فإحنا حلوين مع بعض لكن أول ما أخاصم أفجر في الخصومة بإفشاء السر أو الإهانة التي لا تغطفر أو الخصام لمدة طويلة ده بيضمر الحياة دائما علشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال في الحديث لا تحاسدوا لا تناجشوا لا تدابروا لا يابع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله عايز أن أمسك كلمتين في الحديث مرتبطين بعضرات الخصام لا تدابروا ولا يخذله لا تدابروا أنت عارف لو إحنا مختلفين مع بعض مثلا تنين متجوزين بعدين اتقابلنا في الطرقة كده واللي خارجين من قوضة عيننا جات في بعض أمتنا مديكي ظهري بمنتهى الأسوأ كده حصل حاجتين حصل التدابر الضبر هو الظهر وده بيخلي كرامة اللي قدامي لأنه كان ممكن يكون عايز يقول إيه لما أصحى الصبح طب هقول له صباح الخير فلما اديك ظهري كرامتك توجعك وطلع عندك دوافع البقاء أن أنت كمان أيوة تعرفت الديني ظهرك وفيها خذلان لا يظلمه ولا يخذله أنا كنت متصور هيعدي ليلة وللتين وخلاصها متصالح ليه كده ليه تبصي للبصة دي أو تمنعني حق من حقوقي أو تظهر عدم الاهتمام أو أبان محتاجة لحاجة أو أنا محتاج لحاجة فهي تسيبني ولها مثلا بدور على حاجة ضائعة مني واللي اجتماع هيضيع علي وهي عارفة هي فين شايف دواجع قوي عشان كده صلى الله عليه وسلم أن لا يحلوا لمسلما أن يهجر أخاه واللي متجاوزين إخوات أصلا إخوات في الإنسانية في بينهم رابط الدين ورابط أخوة ورابط إنسانية ورابطة زواج كلها حقوق لا يحلوا لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام يلتقيان فيعرضوا هذا ويعرضوا هذا سنة كبر كده وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ليه خيرهما؟ لأنه تخلق بأخلاق الله أنا لما بغلط فحق ربنا هو بيبسط يده بالنهار ليتوب موسيق الليل فيبدأ الله بالسلام فاللي بيبدأ بالسلام هو خيرنا عند الله لأنه تخلق بأخلاق الله وربنا يساعدنا إن إحنا ما نقويش عضلات الخصام بإنه يقول لما تتصلحوا أنا هفرح فسنحكوه على كل غلطة غلطتوها فيك كل غلطة فاكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام يوم ما قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس فيغفر لكل مسلم اللي يشركوا بالله شيئا إلا متشاحنان التشاحن هو نية الإيلام في شيء كده من التفكير هوجعك زي ما وجعتلي إلا متشاحنان المسلمين كلهم ربنا سمحهم إن شاء الله عن كبأر وصغائر إلا متشاحنان يقول أنظر هذاني حتى يصطلح اللي عملين يكيدوا البعض هم حبايب دول الأولى إن هم ما يربوش عضلات الخصام الستيتيس الخارية قوي دي إن الأستاذ الكريم المحترم حب إن هو يشاركنا فيها استيتيس بتتكلم إن لما ربنا يخلق بيننا المواد ده والرحمة بلاش إحنا منتزعهم ونربي عضلات أنا مستغني عنك أنت مش فارق معايا لإن دوافع البقاء جوة الإنسان بتخليه يرد الاستغناء بالاستغناء ليه طيب وإحنا ربنا خلق بيننا مودة ورحمة ربنا يقرب بين كل اتنين متحبين ويطرد شياطين الجفاء والقسوة من كل بيت اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد كما ينبغي لقدره ومقداره العظيم اللهم برحمتك اكتب لنا عفوك وبكرمك أجرنا من عذابك اللهم اقبل تضرعنا إليك وأغننا إذا طرحنا أنفسنا بين يديك وكن غوثا لمن استغاث بك ونجاة لمن لجأ إليك اللهم اجبر خواطرنا بوسعك ولا تقطع رجاءنا فيك بمنعك فإن لا طاقة لنا في البعد عنك ولا نجاة لنا إلا في كل سبيل يؤدي إليك يا الله والحمد لله دور بعيونك وبقلبك دور بحماس واصبر وتحمل وتأمل حكايات الناس دور هتشوف الخير ألوان في حكم وقالوها كذبنا زمان وفي نور السنة وفي القرآن كم زعبت الآن والدنيا درام اللي ما فيها مليانك مليانك لكن مش ممكن تلاقيها من غير مكعوب والدنيا درام اللي ما فيها مليانك لكن مش ممكن تلاقيها من غير مكعوب على قد ما تتعد وتدور الدنيا تضحك وتمور تبديك أكتر ما تتصور من فضل الله اشتركوا في القناة